هياك الله لو بدأت معك دكتور خالد حول الوضع الإنساني الكارثي في السودان اليوم الهلال الأحمر السوداني يقول إن الجثث في الخرطوم كثيرة ولا يمكن تغطيتها لأن مساحة العاصمة وعدد سكانها ضخم جدا إذن هناك تباطؤ في التعاطي مع الوسطى وتباطؤ أيضا في الحسم من قبل الجيش السوداني من يدفع الثمن هو الشعب والله للأسف الشديد طبعا زي ما تفضلت حضرتك الوضع الإنساني المتدهور والمتأزم وإلى حد كبير طبعا اختيار غايدا التمرد محمد حمدان دقلو العاصمة مكان للمعركة وبالتالي التواجد بتاع قواته والانتشار الكسيف بتاع القوات في كل المناطق ويعني حتى يعني التواجد في بعض المناطق الحيوية كاستخدام كدروع بالإضافة للتواجد وسط المواطنين باستخدام دروع بشرية بالإضافة للهجمات على الأماكن المختلفة وبالذات الأماكن الإمداد والأكل والشراب والدكاكير والبغالات وإلى آخره للحصول على الإمداد بعد أن استطاع الجيش أن يقطع كل وسائل الإمداد بهم أضيف لذلك حاجة مهمة جدا واللي هو اعتدام على كمية من السجون وإطلاق المساجين الموجودين يعني ذوي الجرائم الخطيرة والمختلفة وبالتالي كل هذه المسائل مع بعضها بالإضافة لزي ما قلت لك التواجد الكثيف ما تتخيل يعني أكثر من أربعين ألف كانت محشودة من القوات في داخل الخرطوم وبالتالي تصعب الحركة لأي عمل عشان يتم إصلاح الأمن الإنسان